موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموجز استشهد واصيب عشرات الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء فجر الأحد في قصف مدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بوصول عدد من الشهداء والجرحة إلى مستشفى العودة إثرى قصف الاحتلال الصهيوني مخيم النصيرات كما استهدفت طائرة مسيرة منزلا غربي رفح جنوب قطاع غزة بينما استهدفت غارة صهيونية شرق مدينة دير البلح ما أصفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين وفي الشرق خان يونس جنوب القطاع اطلقت طائرة مروحية صهيونية نيران رشاشاتها بينما تجدد القصف المدفعي شرقي البريج والنصيرات واستهدفت طائرة بدون طيار منزلا غربي رفح جنوب قطاع غزة واستهدفت غارة صهيونية شرق مدينة دير البلح ما أصفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين استشهد أكثر من 25 فلسطينيا وأصيب العشرات مساء الثبت في قصف صهيوني استهدف عددا من المنازل بمخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم من النساء والأطفال بعد استهداف طيران الاحتلال الصهيوني منزلا في منطقة السواحرة بمخيم النصيرات وفي مخيم المغازي استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون بعد استهداف طيران الاحتلال منزلين في المخيم كما استشهد 12 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون أغلبهم من الأطفال استشهد وزير الأوقاف الفلسطينية الأسبق خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة الأحد في غارة صهيونية استهدفت منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزل الشيخ سلامة ما أدى إلى استشهاده وإصابة عدد من أفراد أسرته أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن 40% من سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة وأفاد مدير وشؤون أونروا بغزة توماس وايت في تدوينة نشرها عبر حسابه الوكالة الأممية بمنصة إكس بأن قطاع غزة يعاني جوعا كارثيا مضيفا أن كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء بحثا عن الغذاء والماء ودعا وايت إلى مزيد من الإمدادات المنتظمة مع ضمان وصول آمن ومستدام للإمدادات الإنسانية في قطاع غزة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الأحد عن إسقاط صاروخين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأسود وقالت القيادة المركزية في منشور عبر منصة إكس إنها استجابت لنداء استغاثة من سفينة تعرضت لإصابة بصاروخ ويتعلق الأمر بسفينة حاويات ترفع علم سنغافورة تملكها وتديرها الدانيمارك وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه أثناء الرد على الهجوم أسقطت المدمرة كريفلي صاروخين باليستيين مضضين للسفن مشيرة إلى أن السفينة صالحة للإبحار فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ارتفعت حصيلة قتل القصف الأوكراني على وسط مدينة بلغرود الروسية إلى 22 قتيلاً حسب ما أعلن عنه الأحد مسؤول روسي وأعلن حاكم مقاطعة بلغرود في بيان عبر منصة التليجرام أن القصف الأوكراني على وسط مدينة بلغرود أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة مائة وتسعة آخرين وإلحاق أضرار كبيرة بثلاثين بناية سكنية بالإضافة إلى العديد من المنازل والسيارات انتهى هذا الموجز شكراً لكم تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة